طبعاً يوم أمس انتشر مقطع فيديو لزميننا المصور محمد عدنان أكيد المصور الصديق تحياتنا إلى شخص جداً راقي دائماً ما ينشر فيديوهات تكون من رؤيته هذه الأفلام أو هذه الفيديوهات اللي يقوم بتصويرها إحنا اليوم أي شخص بنا من حق يحلم إحنا اليوم كعراقيين من حقنا لحلم بلدنا يكون مثل البلدان المتقدبة لكن يا ترى هل هذا الحلم رح يتحقق؟ إحنا نأمل أنه هذا الشيء يطبق على أرض الواقع طبعاً محمد عدنان قام بتصوير فيديوه من رؤيته دا يحلم حال حال أي عراقي بأنه منطقة الجادرية تحديداً بالضبط بس نحلم للأسف يحلم بأنه يكون بالجادرية بعض الأمور والإضافات المهمة خلنشوف إحنا وياكم هذا الفيديو ونشوف هذا الفيديو من رؤية المصور محمد عدنان يلي راح نشوفه هو قبل وبعد أكيد في المنطقة المهمة الجادرية في بغداد وراح نشوف شنو حلم محمد عدنان طبعاً مشاهدين الكرام هذا الفيديو بمنطقة الجادرية في بغداد تحديداً شفنا قبل اليوم هواية أكو أماكن فعلاً ما يتم استغلالها فبما أنه شفنا هذا الفيديو بتصوير محمد عدنان اللي هو قبل خلنشوف أيضاً من تصويره ورؤية محمد عدنان البعد يعني مصطفح بالضبط وأيضاً مشاهدين شفنا إحنا وياكم الفيديو القبل والبعد يعني بس تخيلوا لو اليوم هذي المساحات الشاسعة بالعراق اللي لم يتم استغلالها يقوم بها بناية الأبراج وناطحات السحاب بس تخيلوا منظر بغداد شون راح يكون وإحنا مو فقط نقول بالعاصمة بغداد نتمنى بكل محافظاتنا العراقية هالنحال الدول المتقدمة شفنا بعض التعليقات هواية أيدهم هذا الشي وهواية قالوا مجرد حلم لأنه هواية اليوم محتارين فقط بالسرقة والتهريب وما إلى ذلك محتارين اليوم شون يعمرون بلدنا بعض التعليقات دي يقولون أنه هذه الأبراج وحتى ناطحات السحاب هي مجرد تصميم فني جمالي تجاري مراح يضيف شيء لنا اليوم إحنا محتاجين للأماكن الخدمية ما إحنا يا عيني شنقول اليوم الأماكن الخدمية أو الأمور الخدمية محرومين منها من حقنا اليوم حتى لو فتشي يكون مجرد جمالي تجاري أنت مجرد ما تفتر بشوارع بغداد أو أي محافظة ثانية هذا الشي بعث بنفسك الإيجابية وفعلا ترتاح نسيتك يعني إحنا محرومين من الأماكن الخدمية وبنفس الوقت من الأماكن التجارية اللي بيها جمالية فإحنا نأمل يا رب إن شاء الله يطبق هذا الموضوع على أرض الواقع وتتحقق رؤية زمينا المصور محمد عدنان تحياتنا إلي